ازايكم عاملين ايه بقى احلى وصفة معمونة يلا بقى نخزن النعنيع ده موسم النعنيع وياريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد انا دلوقتي عندي نعنيع اه غسلته كويس قوي واسبته لحد لما يعني ايه ينشف من المياه بتاعته النعنيع ده انا حصلته من البلكونة اه وقلت بقى ايه عشان اعزاي باخضر دايما وحلو فانا غسلته بشوفه بقى انا بخزنه ازاي بعد لما غسلته سبته يعني ينشف من ميته وبعد لما نشف من ميته بحيس ان الورقة هتشرب تتشبع بالمية دي قمت راح اجاي ببرتمان ضيف وحطته فيه البرتمان الاولاني ده قريت ده التجربة عملت شفته اخضر ازاي وزاي الفل ولا بيجراله حاجة بحطه في التلاجة عادي جدا ده البرتمان التاني هو اللي انا هعمل تاني عشان اوريها لكم محطوط اهو آآ آآ مليته عادي جدا انا لو عندي الكبير حطي انا بعدت اجيب واحد كبير عشان مفضلش اعمل البرتمانات مرة صغيرة جواه التلاجة بس اهو فهحط الباقي ده بقى في برتمان كبير مستنيين البرتمان الكبير لحد ما ييجي بس بحطه وشوفه اللي هنا على اليمين اللي انا عملته وكان قريت عندي في التلاجة بعدين حصدت بقى النعناع بتاعي ده موسم حصدت النعناع واحلى بقى شاي من النعناع شهر ستة وشهر سبعة يعني ده النعناع بيبقى بقصرة جدا فانتم ما تجيبوا تعملوا كده تخسلوه تسيبوه شوية بس ينشف من المية بس مش قوي يعني تكون الورقة خلاص تشبعت بالمية وهو ده اللي بيتحفز جوه البرتمان ولا بيحصل له اي حاجة واروح انا بقى اشرب لي واحد بالنعناع وانسى كل حاجة واشوف كل فيديو الجاية على خير فأحلى وصوة مع مونا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر